بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبلولاه مرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم يسألونك هذه الحلقة التي يحضر معي فيها فضيلة الأستاذ الفقيه بحسن مفراح عضو الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أستاذ الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يسألونك مرحبا ونواصل معكم محور فقه المعاملات والأسئلة التي وردت علينا في هذا المحور وهي كثيرة كما أنها كثيرة في المحاور الأخرى للبرنامج نبدأ هذه الحلقة بسؤال السيد عبد السلام من مدينة طنجة يقول اشتريت منزلا عن طريق البنوك التشاركية ولم أسترح فيه لدورف شخصية فقررت بيعه لكن البنك التشاركي ألزمني بدفع مبلغ البيع أو السلف كاملا رغم أن البيع لم يمر عليه سوى سنة ونصف فقد أخذ مني البنك خمسة عشر بليون سنتيم لسلفة لم تدوم أكثر من سنة ونصف أليس ذلك ريبا محققة؟ ما رأي الشرائف المسألة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم ولا أشرف المسألين سيدنا محمد وعلى ألي وصبي أجمعين وبعد هذا تساؤل فيه عدم الدقة ما هي هذا عدم الدقة؟ وهو أن السائل أولا استعمال السلفة وأنه ردى خمسة عشر مليون خمسة عشر مليون هذا زائد على واللي هو معروف أن الأبناء التشاركية لا تسلف ما تسلف شيئا ما شي سلف وإنما هي كتدير مرابحة مرابحة بيع بالمرابحة كتشري هي المحل الذي تريد شراءه وتبيعه لك بواحد مقدار معين لكي تركب من ثمان ديال العقار زائد المرابحة وهذه المرابحة كتحكم فيها وحد عدد ديال الأمور قدية ديال المدة ومدة الزمان والأقصد الشهرية إلى آخرين نعم مزيان إذن ما كان السلف والسائل الكريم يشغل هو وحد عدد ديالناس كيقول لك رأى هذه الأبناء التشاركية تشاركية تسلف هي لا تسلف هي ما كتسلف لا وإنما كتبيع بمرابحة وتقصيد بمرابحة وتقصيد مزيان مليكت بيعلك راه هذه الدارة اللي شريتي ديالك ولكن كترهنها كترهنها إلى أن تتم كامل الأقصد وبحيث عنه في حال مائدة كان هناك تعتور في الآداء هناك إجراءات محددة بعدما كتعلم الإنسان هو قوي نفرضون نمشيه الأقصد مكين أن السيد عجز عن تسديد الأقصد ماذا تفعل المؤسسة في إطار في إطار القانون جاربي العمل تبيع وفي إطار طمحت من ناحية الفقهية من ناحية الفقهية أنها كتبيع هذا الرهن كتبيعه كتتأخذ الأقصد ديالها المستحقة ديالها تابتة لها إذا بقي شيء من هذا كتعطيه لك إذا ما بقيت شيء حاجة ألا ما تعطيك والو يعني شنو كتأخذ وش كتأخذ ذك شيء مثلا هي مثلا دباء بقي كتسليك مثلا دان قوله بحل يقال هو بخمسين مليون وإنت خلصتي يلا عام ولا عامين خلصتي شيء شيء أقصد وبقي لك مثلا ثلاثين مليون ولا أربعين كيبيعوا هذه الدار كيبيعوها يعني بالتمن يجب حل كيا كيأخذوا ذك شيء بقي كيتسالك بما في ذلك كأصله العقار يعني رسل المال وذك الربح وذك الربح ما نسميهاش الفائدة لا فأم لا مش فائدة لا لا ذك الربح الربح إنه داخل فائدة هما كيشريوا الدار بقدوا قد وكيقول لك احنا غدين بيعلك بقدوا قد يعني أغنربحوا معك قدوا قدوا قد آه تماما آه كيقول لي تمن كل إجمالي هذا التمن كل إجمالي رمح سوب عليك إذا من اللي انتك تعجز على تسديد تسديد دفعات لا يحسن العون كتوقع شي مرة أش كي يديرو كذن البان كتبئة هذه الدار اللي هي مرة هنا وكتاخد داك شي اللي كتساليك اللي باقي في الدين ما ديالك إلا باقي شي حاجة ركطة طيلك لما بطيش حاجة ما كتاخدوانه هذي يلا هذا هو اللي وهذا الشي هذا مش فقط في الأبناء التشاركية حتى في الأبناء العادية يعني في السلف ما كتسلف مثلا كتسلف أي واحد شراء دار لا بسلف ولا بالمرابحة ركطر هنا هذيك الدار حتى كي يخلص ذك شي اللي في دمة دياله بحيث إلا عجز عن تتمت ما بدمته فكتلجأ المؤسسة اللي كي يتعامل معها إلى بيع هذك العقار وتأخذ مستحقاتها ذك شي لك تسال فإذا بقي شيئون بقي شيئون ركطر دول العميل لشرة الدار إلى موقع شي حاجة ما كي يخذوانه ولذلك هادش اللي قال آخا ويا من فهمش أنه 15 مليون لا لا أنا فهمت أستاذ أنه هنا مش عجز أنه يكمل لا مثلا كتوقع الإنسان مثلا كتشتري بحركات دار بـ 60 مليون تمل الأصلي دياله ولكن ذاك الربح ديال المؤسسة الباكية نفترضه مثلا 15 مليون يعني 75 مليون من جموع كامل هو اشترى ذاك المنزيل اللي مش اسكن فيه واحد العموده لقاه جيرا الخيبين وليش حاجة بغيب الدل ما يمكنش يسكول إيسار في واحد الوضع إذا شنو ذببار الفلوس هو ذببار الفلوس يعني رب يرزقوا لازم وليس حاجة ولا هذي مشاقل لهم مثلا أنا بغيت نخلصكم المؤسسة البنكية التشاركية قالوا ما أنا بغيت نخلصكم هما شكي يقولوا له ما تخلص لناش مثلا 60 مليون باش الأصل لا خلص لناشا 75 مليون هو ده بالسائل هنا تيقول لك كيفش مثلا أنا في عام ورص غدي نخسر 15 مليون كأنني أخدي تلك 60 مليون ما عندهم ولكن رديتها 75 مليون هذا هو لمقرر في سنة نوال هذا هو لمقرر نخسر 15 مليون لا المقرر وهو أن البنك تأخذك شي لك تسال يجيز لها القانون قانون الأبنك التشاركية أنها تنازل على شي حاجة يجي إلى بغات إلى بغات نخص مبخل نازل إلى ما بغش يتنازل كتقول لك سيدين أنا كنت سالي قد وقد أنت بغي تتخرج من الدار يعني في هذا الوقت هذا ما أجبتك شي اختيار وإذا كنت سالي خسين نأخذه أنا يا إما نأخذه من من ثمن باش بغدين بيعوا ديك العقار ولا غدين تجيبوا انتها ولذلك هذا المقدار ميمكنش بما أنه نسحب من الدار يعني قبل انتهاء المدة مدة ديال 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 أنه تنقص له يعني تلقائيا ولا إجباريا لا هذا غير إنه تابت حق واحد تابت يعني تابت حق هذا غير تابت ودخلت عليه ووقعت عليه لأنك ما كتعمل البولوك الأخرى التقليدية في هذه الحالة هذي كيشوفوا مثلا كي ياخدوا ذلك الفوائد لكن هذه فائدة كياخدوا الفوائد للسنوات اللي انت يعني تعملتي معهم سنتين أو ثلاث سنوات والباقي كي يرجع لا شوفوا أستاذ هشام أستاذ هشام لأن العقد اللي كي وقع العامل فيه جميع التفاصيل كل شخص يقرأ وهذه الحالات هذه رهواردة ولهذا أنا كما قلت أن الأخ إما ما عرفش وقيل غير يعني شاف عملياته ما فهماش مزيان مزيان هو يمشير غادي فهموه الناس أنه هذا العقد اللي وقع عليه رهو اللي تطبق فهذه الحالة هذه اللي كي تذكر عليها بحي ترى ما يمكنش يكون هناك تجاوز أو اعتداء على يعني على أدنى حق من حقوقه أو أنه نقرأ العقود دينا الناس ما كنتقرأش نقرأ العقود ونشوف التفاصيل هذا هو المشكلة حيانا كنتقل العقود مثلا بالفرنسية والإيسان ما عارفش مثلا بالفرنسية لا عقود باللغة العربية باللغة العربية حيانا تقول إذا كانت فمشي غير هنا مثلا في جميع الأشياء اللي كنشتري وكتكون فيها عقود إذا إذا ما كانش مثلا قريب أنا غير أخذ رأي ذلك إذا كان ما قريش مثلا لكل لغة بشي يستطيع إيه تمام لأنه بشي عرف رأسه شنوه صحيح 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 غيره هو اللي السائل ولا ولا سيد المشاهدون راه ليس هناك تجاوز ولا يسمح أن يكون هناك تجاوز لأن هذا البناك راه هناك جهات يعني مشرفة على عملها مشرفة على عملها ولا تستطيع أن تتجاوز إذن فني طمئن الجميع يعني أن المعاملات التي في هذه البلوك يرى جهات علمية لا هذا من حيث يعني من حيث الحكم الشرعي دي المعاملات ولكن في هذه الحالة الطارئة في هذه الحالة الطارئة رأي نرجع إلى العقد متضمنات العقد وفي هذه الحالات شلي فيه غيره يخص يعرف نقطة اللي ربما كتهم السائل وهو أن هذا المقدار اللي تابت في الدمى دياله رخص يأديه رخص يأديه ومشي من الضرورة أن المؤسسة اللي يتعامل معها أنها تنتزلي وإنما القانون يجيز لها إذا شافت أنها تنقص ليش شوية ولا كده لأنه ما كمنش مدة لها دالي على سبيل التفاصيل هذه بسألة مهمة إذا سمحتوا سنتحولوا سؤال آخر سؤال صوتي مرحبا السلام عليكم ورحمكم بروقات لباس الحمد لله الله يخليك أنا أنا في التمام من وجده كنسول الهيبة أنا عندي واحد الدار وما عنديش الولاد وما عنديش الراجل وبغيت ندير الهيبة يعني الولد أختي بغيت ندير الدار ديالين وهيبها الولد أختي يعني وعندي ولاد أختي أخرين يعني عندي ولاد أختي أخرين ولكن أنا بغيت ندير هاد الهيبة الواحد مولاد أختي الوحد اختي الولدها بغيت ندير هاد الهيبة واش يجوز ولا 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 فيها شي حاجة وجزاكم الله كل خير مبارك الله وفيك سيدتي وتسمعين للجواب إن شاء الله ودعو أستاذ عليا أن السيدة ما عندها زوج وما عنداش أولاد عندها ولد اختها ربما يحسنوا إليها قد لك رختها عند أولاد غريل ولكن اخترت واحد منهم وبغيت تكتب له المنزل لاهيبة مفاتش مشكل هذه وبقي بالنسبة المالكية لا كلام مبدأ أساسي أن الإنسان يتصرف فيما يملك كيفما يشاء ما دام ليس عليه حجر ما عليه شي حجر من جهات والليس من الأسباب فله أن يتصرف في ماله بيعا أو هيبة أو إعطاءا لهذا الطرف أو ذاك لا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك مزيلا هذه الحالة هذه أنها تعطي الواحد ولد اختها دون بقية الإخوة هذا لكلام حتى خارج المذهب يعني حتى الناس الذين الذين لا يجيزوا المفاضلة بين الأبناء أن تعطيه لواحد دول آخرين كالحنابيل مثلاً هذه الحالة لم يتذكروا شيئاً لها يتذكروا إلا لقد يدي الأبناء أما هذا بيناتهم 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 وإحنا كما قلت لك أنها بالنسبة المالكية هم المبدأ الأساسي وهو أن الإنسان ما يملكه له أن يتصرف فيه كيفما يشاء ما دام ليس هناك حسر عليه أحتى بالأبناء له أن يعطي بعض أبنائه دون البعض بلا ما يكون شيء سبب مثلاً مثلاً عنده إعاقة لا نحن كم تذكروا على المبدأ الأساسي المبدأ الأساسي والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عدد من الصحابة أنهما أعطوا بعض أبنائهم دون بعض فأقرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أشهد غيري هذا النعمان بن بشير ليس عند بي صلى الله عليه وسلم فهذه الحالة قال لي أشهد غيري بشير النعمان أعطاه دون بقية الإخوة دياله قال لي هل يعني أكل ولديك نحلتاه قال لي لا قال أشهد غيري في رواية فأما هذه الحالة هذه اللي تتقل على السائلة لا لا كلاما فيها غير هنا أستاذ هشام أننا عمليا لو أن هذه الأخت هذه بغض ديالة عمليا نسولها شنو الهدف ديالها علاش مقديري علاش بغض تعطيل هذه الأدختها فإذا كان الهدف هو هو أن يسكون وأن ينتفع به مثلا احتكرا أن فكين طرق أخرى بديلة كي يبقى على ملكيتها ودير له العمراء الدير له مثلا تحبيس تحبي سعديه ولا العمراء فإلى درت له مثلا العمراء النهار كي يموت هو هدك المستفيد هدو ندخوها فكيرجع العقار إلى أصله وكي يزعوه الورا تذيك الساعة إليك الهدف ديالها أنها إلا يبيعوه لا ينتهي يبيعوه له تملكوا ليه يدربين مبغا مثلا فلا غير يبنون نقوله وأنه يعني سننشوفوه شنو الهدف ديالها وربما من لكي يبال هدف ديالها والغاية ديالها يمكن الناس يرشدوها إلى طريق آخر هي لا تعرفوه ودوش عن واحد عدد ديالناس كي يكون عندهم هدف ولكن هم كيعرفوا غير طريق أخرى وإحنا من ناحية الفقهية كين طرق أخرى يمكننا نوصل إلى الهدف وتكون أخف وطأة وتكون أنسب إنه أستاذة مثلا دين أخل إلى الحالة أن هاده ودخته عوتي أحسن بيها والإنسان تقول مثلا أنا بديت كان كبير وهذي وما عنديش الأولاد وهذي فمثلا بل لي هاده ودختي هو اللي معي الطيف هو كتيت عامل معي كنديرلو على أساس أنه يتحملني طوال حياتي كنسمو رفوعهم في الدريجة كيقولو كيرفدها أو كيرفدوك بمعنى أنه حتيذا مرض هو يتحملوه حتي يموت هذا يحصل أستاذ هشام يحصلوه بالعمراء راي يحصلو بالعمراء وكيبقى ذاك العقار في دمتها ولا في ملكها اللي كيموت هو إلا كنت بقى في الحياة كيرجع ليها إلا جاب الله هي توفات وهو توفى لاحقا كيرجع للورة تديلها هي إذن كينا بدأي أخرى ولكن نرجع للكلام دي كيف فعلت الجواز وهابت يعني هي مسؤولة لا لك لا كلمة جواز إنك لك حتى الفقاء حتى الفقاء الذين يمنعون المفاضلة بين الأبناء ما يتذكرون على هذه الحالة إذن هذه متفقلة لأنها جائزة ها هي السائلة تسمعوا أستاذ أتعرف تماما بارك لو فيكم سيد عبد الله من مدينة وجدة يقول سمعت أن هناك حديثا نبويا يلعن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المحتاكرين للسلع نعم فما هي حقيقة هذا الاحتكار الموجب لللعنة هو الحديث راتابت يعني المحتاكر الجالب مرزوق والمحتاكر ملعون أو مخطئ الجالب مرزوق والمحتاكر مخطئون أو ملعون إذن كين حديث الحديث تابت لا كلام وهنا ابناء الناس قد يديا الاحتكار الاحتكار أنه لا يجوز على هذا الحديث ولكن سادة المالكية فرقوا وغيرهم فرقوا بين الاحتكار الاحتكار المذموم والاحتكار الممدح ولذلك الاحتكار فيه وفيه هناك احتكار يجوز وهو أن يأتي الإنسان بالسلع أو أن يشتريها وينتظر بها الغالة أو ينتظر بها الأسواق إذا لم تضر بالمستهلكين بمعنى ما كتكون واحد له المنتوج هناك وفرة فهو كيشد هذا المنتوج كيه الوفرة فكيخبه من حتى كيقلف السوق وقعد كيخرجه شوفوا الدكاء ديال الفقار رحمه باش يعطون الحكم يكون صرعي فقالوا إن هذا الاحتكار ممدوح وكان واحد العدد ديال التابعين كانوا كيدديروا هذا الاحتكار زيان الاحتكار وهو أن ما كتكون واحد الوفرة واحد المنتوج يعني سلعه موجودة موجودة بحال بصال ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى موجودة فكيشده هو كيشري منها واحدة الكيمية كبيرة وكيخبها حتى كي احتجوها الناس من اللي كي احتجوها الناس على ديكسة هو كيبيعها هو ممكن أن يزيد في تمانيها وممكن يبيعها ما كان الغرض دياله الأساس مش هو أنه يوفر ديكسلعف واحد الوقت بوعيان للناس وإنما أنه يربح كتر لا احنا غيل هو النوم اللي شرها لم يدخل الضرر على الناس يعني ذوك الكيمية اللي شرها لم تؤثر على السق موجود لم تؤثر لم تؤثر يعني بحيث أنها لم تساهم في رفع الأتمان ولم تساهم في نقص هذه المادة هذا الشرطان فهذا احتكار ممدوح وهناك الاحتكار المدموم وهو الذي يعمد إلى السلع التي يحتاجوا إليها الناس فيشتريها على أساس أن يتحكم في السوق ولا أن يتحكم في الأتمان وهذاك الاهتكار الممدوح رأى كما قلت يعني نظر اقتصادي بائد جدا يعني لأنها ملكة كل فراء دي الواحد العدد دي المواد رأى ملكة شدة واحد كي يخبيها رأى يخزنها ويحافظ عليها لما كيحتاجوا له الناس رأى كيخرجها كيخرجها نعم ولذلك الاحتكار ليس كله مذموم الاحتكار المذموم مثلا أستاذ كي يكون أخصنا طبعا هذا الأمثلة لنا خاصة السيد قال كي يبغي يعرف حقيقة هذا الاحتكار الموجب للعنى هو هذا الاحتكار الموجب للعنى وهو الذي يعمد إلى السلع التي يحتاج إليها الناس فيشتريها كلها أكلها يشتريها كلها ولعلى على الأقل كيشريها يدخلوا الضرر عن الناس أو على الأقل يدخلوا الضرر عن الناس إما في زيادة ثمانها كما قلنا أو في قلتها وندرتها إن هذا يدخلوا الضرر على السوق ويدخلوا الضرر على الروج دياله المادة هذا مضير هذا هذا عنصر مضير ولذلك ورد فيه اللعن لخلاف الآخر الآخر هو في الواقع أنه يساهم يساهم في تنظيم السوق وفي تنسيقه وإن لم يقصد إلى ذلك ويقصد إلى الربح في الغالي طبعا هو يقصد إلى الربح هو أنه مثلا دابة بصلة طيب المثال دابة بصلة ديالة درهم ونصمة حلوك تلية موجودة إلى أنش ديتها وداخرتها وخليتها خبيتها وحد 3 شهور إلى 4 شهور غاد يمبيع مثلا بخبسة درهم وما تقلل السوق هو كيخرج الحل ومع ذلك يكون هذا الاحتيكار محمودا محمود في حدي ذاته بل أكثر من ذلك إذا كان شي نية صادقة ونية صالحة رأي يتاب وعليه الشخص إذا سنغلي ديال نية طبعا رأي إنما العمال وبالنيات ما يخليش السوق خاوي ويجمع ذلك السلاء وينويع لأنه غادي يوفر للناس تماما لأنه إنه شوف لأن يعني هذا الاحتيكار الممدوح أنه فيه أبعاد اقتصادية مهمة نعم أولا أن ذلك يعني المنتجون المنتجون كي يلقوا من ياخذ منهم ما شي مرأي لم يقناش من ناخذ منهم ممكن يلوحوها واللي يطعموها الحيوانات ستضيع ولذلك كين هالدور هذا ثم بعد ذلك بالنسبة للمستهلك رأي كي يوفر لي هالمادة كي يوجدها لي في أحد الوقت وفي أحد الزمن اللي هو محتاج إليها إذا كما تتعلن فوات اقتصادية واجتماعية مهمة بزبزبزب ولذلك إذا كانت هنا كانية مع هذا رأي ربح دنياوي وربح أخراوي إذا غير ينتبهوا الناس اللي كيدرون الأعمالية غير ينويوا يخذون إن شاء الله والمهم في هذا وهو أن اللي خد الحديث على ظاهره يعني مع الأسف ولكن الفقر رضي الله عنه فرقوا فرقوا بنا هذا ودك نعم بارك الله فيكم أستاذ نتحول لسؤال آخر سؤال صوتي مرحبا إن شاء الله نحن هنا للإجابة عن أسئلتك وعن أسئلة غيرك وغيرك الحمد لله من المتابعين والمتابعات في أي مكان في هذا الوطن الحبيب وفي غيره فالباب مفتوح للجميع كل من يريد أن يعرف حكما شرعيا في مسألة المؤينة فليتصل بنا من خلال الوسائل اللي كتظهر أمامكم ما بالتذكير رقينا الرقب دي الواتساب وكي نرى المجيب الآلي يعني الرقب دي الهاتف اللي هو مجيب آلي وكي نرى أيضا البريد الإلكتروني كل هذه الوسائل موضوعة من أجلكم باش أنتم تطرحوا الأسئلة دي لكم وتعرفوا الأحكام الشرعية من خلالي أو بواسطة هؤلاء العلماء الفضلاء والعالمات الفضليات الذين يحضرون معنا في هذا البرنامج إذا سبعتوا أستاذ الكريم سألاء واش يمكن لي هات أن تخرج الزكاق قبل ما يجي لحول ديالة هو الأصل أن الزكاق بحل بحث الصلاة ما من أبحث الصلاة لها وقت محدد وهو حوالا الحول بمعنى أن من شروط الزكاة حوالا الحول وبلوغ النصاب والملك التام هذا من شروط ديالة المعروفة حوالا من يوسف من شروط ديالة الزكاة أولا بلوغ النصاب حسب المال وحوالا الحول دوزع لها سنة قمرية ثم بعد ذلك الملك التام الملك التام يكون هذا المال مملك ملكا تاما للشخص يكون شي ملكا ناقص ناقص هذا الشروط هذا الشروط بالنسبة للغتال اللي كيهمنا نحن الآن وهو قد يدي الوقت هذا هو الأصل ولكن الفقه رضي الله عنهم تسامحوا لإعتبارات شرعية معينة قد يدي الزكاة فأجازوا إخراجها قبل وقتها بالنسبة للمالكية يمكننا نقوله أقصى مكين كشهرين يعني شهرين هذا هو خارج المذهب كي يمشح تلعام ولذلك تلعام خارج المذهب مثلا ده أنا الحول ديالي شهر متين رمضان في هذا رمضان خرص سكيتي وذلك المقدار سكيديل هذا العام ألف وربعمية واثنين واربعين وثلاثة واربعين وبغيت نزكي ديالي آه ثلاثة واربعين في نفس الوقت ولكن خارج المذهب خارج المذهب أما بالنسبة لفقه المالكية يعني شهرين أو نحوها بقى شهرين موصلش السنة يعني للقمرية آه تخرج مزيان آه لكن شي مرة ملي كتكون شي حالة صعبة شي حالة صعبة بمعنى أن كتكون عملية جراحية صعبة أو شي عملية بحيث أنه إلى ما خرجنا الزكاة بأكثر من شهرين رأى هذا الشخص سيلحقه ضرر هذا اللي بغي نعطي هذا الفقير فهذه الحالة هذه يمكننا نتسمحه شي شوية ونخرجه على المذهب ديكسان ممكن تكون كتر من شهرين بلغة ثلث شهور ثلث شهور وأكثر إذا كانت هناك حالة صعبة تحتاج أننا ننقدو واحد الروح ولا ننقدو واحد الإنسان نحكم عليه بالإفراغ ولا حالة مرضية معينة عملية صعبة هذا يمكننا نخرجه ونمديد هذه المدة ديال قبل الحول أضحية العيد واش نعتبر أبدا لا أضحية مرة تقول لك مثلا خاي ولأختي ولأشي واحد من أقارب ديالي أنا كان أعطيه الزكاة كل عام ولكن هذا العام جاء العيد الأضحى هو محتاج بشي شري الأضحية ولكن كان أعرف ما عنده ومزير وعنده أزمة واش يمكن لي أنا ما زالي يستشعر لا أنا إذا كانت في إطار شهرين لقل المالكية نحو شهرين نعم إنها ما هي ذكا الأضحية على القادر سنة في حق القادر يا عليها إن رحت الوجوب رأى سنة في حق القادر عليها شبا لعكت مثلا سحي لك الإسادة لأجواء مجياء تماما ولكن ما تكرتو تحكم عليها بالإفراغ ما تقل بالإفراغ هذا يمشي تعرض للتشريد وهوكاية هنا يمكنك ما قلت أنا نمديد هذه المدة ونتعده شهرين ناخدو مراعاة الخلاف يعني هنا يمكن بالنسبة للسائلة أنا سأيلة أدرك إذا كانت شهرين شهرين ونص قام بحالك يرى الله هني كا كا واش كدخلنا 15 يوم ولا شهر يعني 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 ماشي مشكل أما إذا كانت أكثر من ذلك وتخرجها أكثر يعني ثلاث شهور فأكثر أنا كنقول لها شفي إذا كانت شي حالة صعبة بحالة شي ليسمعها تفادك إذا ما كانت شلا إذا ما كانت نعم سنتقلوا سؤال آخر سؤال مكتوب سائل لم يذكر اسمه يقول شخص اقترض مبلغا من البنك الريبوي لإنجاز مشروع فهل الأموال التي ستأتي من هذا المشروع حرام أم حلل ومرة أخرى تلقوا كلمة الريبوي ثم أصرتم إليه في حلقة سابقة تمام إن هذا المصطلح كان في وقت في سبعينات وفي سستينات يعني الأبنك الريبوي للبنك الريبوي فهذا مصطلح ما غير وارد الآن إن الأبنك التقليدية لك السمية التقليدية الآن أنها مش رباوية مئة في المئة يعني بأن كل ما تقوم بها يعني الريباية الله معاملة من المعاملات الكثيرة والكثيرة التي تقوم بها فهي تقوم بمعاملات شرعية مقبولة من ناحية شرعية لا كلام فيها وهي كثيرة وكثيرة جدا وتقوم بأعمال جماعية وإلى آخرين فذك في وقت من الأوقات بعضنا سوادوا صفحتها سوادوا صفحتها بانك الريبا إذا سمعت بك الريبا تماما هذا إلى درجة أنهم يعني بحال إلى إلى ذلك البانك راجح نام ولا واحد هذا غلط فهي أن تقوم بأدوار جماعية وأدوار اقتصادية في إطار الأحكام الشرعية صحيح كأن هذه العملية التي لا تجوز الشرع أمراك تقوم بها معروفة يتقيها الإنسان يتفق ما دام غير في حالة ضرورة أو في حالة في حالة معينة مدفوع إليها دفعا ولذلك هذا لنرجع إلى المسألة أنه اقترض مقدارا ودار به مشروع هذا كالريع أو الأرباح دير ذلك المشروع واش حلو لا حرام نعم مرة أخرى قلنا أنه لا تسلف الإنسان واحد لمقدار هذا المقدار حلال رأس المال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وبالتالي فما نتج عنه من أرباح وما اشترى به من سكان فهو حلال ونفي حلال أشنا هو اللي يكين وهو أنه دار مخالفة أنه غاد يعطيه الريبا مخالفة بنا هو بنا ربه لا علاقة لها بهذا المقدار الذي استلف ولذلك فهذا وحد عدد دي الناس كي يدير المشاريع كي يجيو كي يقول المناس هاتشي درتوا بالريبا وكذا وبالتالي قاعدك سيلي ربحتو هذا غلط هذا غلط وتحريفه للقرآن الكريم وتحريفه للأحكام الشرعية للأسف فهو كان كان رأس المال وكان الريبا الريبا هو ذك المقدار الزائد هذا هذا غلط هذا غلط وكان يجب أن نعطيه مثال الله يجبكم بخير هذا غلط مثلا هو سلف عشرات المليون لكي يشرب واحد المحل أو كراء واحد المحل ودار لكي يشتغل إذا هذا غلط هو بشراء بشراء المحل هذا المحل بما فيه من آليات لعبن بالنسبة لها هو حلال لنشراء بالحلال إذا ما دخلتك لا بدأ هذا هذا تقضي هل يقترض منها هي اللي تأخذ الريبا وما دخلتك أي تعامل فهذاك المحل بذلك الأجهزة اللي هي الفلوس ديالها أصلا من البنك فهي حلال من عرق جبينه من عرق جبينه من عرق جبينه الناس تلفا لا إنها هديرك لكي يخلطوا فيها الناس بزبزف للأسف هذا اسمها القرآن الكريم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يا أي الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الريبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني ما نقصوش لكم من ذاك المقدار اللي سلفته ما تنقصوش ما تزيدوش وبالتالي هذا المقدار حلال مصون محفوظ للمقرد وللمقترد وبالتالي فما فعل به حلال خالص كي يبقى قد يدي المخالفة اللي دار هذه المخالفة بينه و بينهربه مخالفة اللي هيفتك الفائدة الفائدة اليعطاء تحديدا تحديدا ومن الغلط إن ندرك الغلط دي الناس كتلقى الواحد راه دين مخالفة اخرين مخالفة اخرين وكيشتغل بحالك كوي شي شي عمل ما كنتكلمش عليهم ما كنتكلمش عليهم يلا كيشوف هذه المخالفة كغيريها وأنا ذكرت في حلقة أن ابن حجال هيتامي رحمه الله في الزواجر عن ارتكاب الكبائر جاب كتر من ميات عمل وقع عليه هذا اللعن وقع عليه اللعن كتر من ميات عمل الراشي المرتشي من عيارة أباه من سباء أباه من غيار المانارات يعني الناميصال المتنم ميصا ما دام لم يتوب ما دام لم يتوب ولم يندم أما بمجرد أن يتوب ويندم را يرجع الى رحمة الله يرجع الى رحمة الله وسأ الله تبارك وتعالى هذا هو لأنه اللعنة لأنه شكون وهو المكيد للإنسان واحد حاجة اللي وقع اللعنة عليها ويداوم عليها ويسير عليها ويزيد يجب ولا يتوب والأقباح إذا كان يستحلوها هذا هو الأقباح أما إذا كان يعتقد أنه دار مخالفة ويعتقد أن هذا ما دار خالفة ما يجيب يعني ما يجيب راه أنه عندنا واحدة المبدأ أساسي فرقون بين من يطعاط المعصية أو المحرم معتقدا حرمته وبين من يطعاطه معتقدا حليته واللي كدير واحد الحاجة محرمة معتقدا حرمتها ويندمو ويتأسفو هذا راها روضعية إيجابية وهذا وشأنه كثير من الناس نعم من المؤمنين وإحنا هذه قضية الاستحلال والحمد لله لم نصل إليها لا أعتقد أنك شيء واحد في المجتمعات الإسلامية من صفة عامة في المجتمع المغربي أنه كيدير معصية ويستحلها يعني تقول هذا إحلال أبدا وإنها تقول هذا هذه مخالفة معصية وقع فيها وهو يتندم وممكن أن يؤنب نفسه يستغفر الله إلى آخر شكرا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه الحسين مفرح وذكر أنكم عضو الهيئة العلمية لإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى من شاء الله غد نرجعوا لهذا المحور المتعلق بفق المعاملات وأسئلة أخرى للمشاهدين الكرام ومشاهدات الكريمات أحيانا ما كان ندرجوش بزادي الأسئلة لحسب طبيعة دي لو أحيانا راهم ما تشوفوا معنا حسب طبيعة السؤال شكرا للمشاهدة الأخرى شكرا لكم مشاهدين الكرام ومشاهدات الكريمات وليس تنسوا تواصل معنا وطرح أسئلاتكم على البرنامج من خلال الوسائل التي تظهر في الشاشة وتظهر أمامكم فرقم الهاتف رقم المجيب الآلي ورقم الواتساب والبريد الإلكتروني كل هذه الوسائل توصلكم إلى برنامج يسألونك وتوصلكم إلى السادة العلماء والفقهاء الأجلة الذين يحضرون في هذا البرنامج إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة